السلام عليكم وهلا والله بحبتي وأصدقاء متابع قناة الأعزاء أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية وجهناكم بآخر أخبار الكرة العراقية يلا خليكم ويانا أول أخبارنا حول المدرب الأجنبي القادم لمتخابنا الوطني حيث فاضت المصادر بأن المدرب المقبل لمتخبنا الوطني سيكون إسبارة جنسية وسوف يتبلع نان عنه قريبة جدا حسب ما أكد به الناطق الرسمي باسم الاتحاد العراقي عن آخر مستجدات مباراتنا الودية أمام منتخب البلجيكو حيث كسبت مصادر مقربة من الاتحاد العراقي لفاصيل جديدة تعلق الفوضات الجارية مع الاتحاد البلجيكي من أجل خال مبارات الودية بين متخبنا الوطني ومتخب بلجيكي منتصف شهر الدعش الجاي وفضت هذه المصادر أن الحكومة البلجيكية قد نصحت متخبها الوطني واتحادها بعدم اللعب في مدينة البصر العراقية استنادت لتقارير الأمنية المعتمدة لدى وزارة الخارجية والتي تصنف العراق من ضمن المناطق الخطرة دوليا وأكد المصدر أن الجانب البلجيكي لم يلغي فكرة إقامة اللقاء الودي في البصرة لكن اشترت أن توافق السلطات الحكومية في بروكسل وما دفع وزير الشباب ورياض العراق عدنان درجال لغرض اتصالات مع وزارة الخارجية العراقية لكي تقنع نظيرتها البلجيكية بأن الوضع عامل في البصرة ولا يوجد ما يستدعيه للخوف وفاد هذا المصدر أن المنتخب بلجيكي قد اقترح الخيار الثاني هو اللعب في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 15 دعاش على أن يدفع العراق فبل قدر 350 ألف دولار وأن تذهب حقوق المبارات من إعلانات ودعايات وتذهب كل المنتخب المستضيف إما إلى الاتحاد العراقي حقوق البث التلفزيوني في المنطقة العربية فقط وضف المصدر أن رئيس اتحاد العراق عدنان درجال لم يناقش الخيار الثاني وما زال يعمل علاق مع المنتخب بلجيكي بالحضور إلى البصرة لماذا؟ لهذه المبارات من قيمه مع نوية كبيرة خاصة أن العراق يستعد لإصلافة خليجي 25 المفترض أن تقام يوم 6-1 العام المقبل وكانت مصادر قادة واضحة أن اتحاد البلجيكي لكرة القدم قد اعتطر إلى نظيره العراقي عن عدم خوض أي لقاء ودي بين الفريقين في محافظة البصرة بحجة رفض الحكومة البلجيكية ذلك مؤكد في الوقت ذاته استعداد التام بواجهة وصول الرافدين في بروكتر والموضوع الآن أصبح بيد الاتحاد العراقي وموافقته ومصادر تفيد بأن شركة المنارة قد عرضت مبلغ قدره 750 ألف دولار على الاتحاد العراقي من قابل حصول على حقوق باعتذاك النبارات مع بلجيكا والإعلانات وتسويق النقل التلفزيوني هذا الأمر يعني انتحاد العراقي سيتكفر فقط بمبلغ 350 ألف دولار لا ننسى أيضا أن الحكومة العراقية دفعت أضعاف هذا المبلغ مقابل استضافة الشخصات فنية وعلامية لما يكون لزيارتهم أي تأثير في الساحة الدولية رأيكم شركة المنارة ساهمت ورفع بعض من المبالغ المالية المخصصة لهذه المبارات وليجي عن سبب رفض منتخب كرواتيا ملاقات منتخبنا الوطن والدين ضمن تحضيرات نهايات كأس العالم وانديار قطر في 22 أفادت المصادر أن المدارب المنتخب الكرواتي زيلت كوديليتش رفض خوض أي مبارات ودية بعد لقاء السعودية الذي مفترض أن يقام يوم 16 دعش القادم من أجل المحافظة على سلامة لاعبيه وتجنبهم وتعرضهم لإيصابة خطيرة خاصة أن الأسماء المهمة هو ما قد يعرضها للاستبعال من منافسات المونديار العالمي وفادت هذه المصادر بأن الاتحاد العراقي لكرة القدم قد تواصل بشكل مباشر مع نظيره الكرواتي لكن الكادر الفني لمتخب كرواتيا هو من ألغى فكرة إقامة المبارات سواء في مدينة البنس العراقية أو أي مكان آخر حيث ستكتب كرواتيا بلقاء السعودي الودي فقط أما بخصوص لعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية حيث فادت الصحافة السويدية أن اللاعب المنتقل حديثا إلى رديف نادي هامر بالسويدي منتظر ماجد مطلوب في نادي جنوى الإيطالي والنادي يوريشراء اللاعب رأيكم هالانتقالات اللي جاي تصير من السويد لإيطاليا وفآن نتوقع نفسي صالح لعبينها ونجي على التصريحات بعض اللاعبين الغريبة والعجيبة قبل يومين كنا شبنا اللقاء مع اللاعب علي فائز صرح تصريح غريب وقف شعر راسي أتوقع كلتم تعرفون هذا التصريح بس ما قوله تفكير اللاعب المحلي وصل هالمرحلة بهالمستوى بهالكلام هذا يلا هي وجهة نظرك ومحترمة لكن ملها الدرجة علاوي أما اللاعب علي عدنان في تصريح لو قال بأن لا رئيس الاتحاد ولا رئيس أي دولة له الحق في التدخل في الأمور الفنية الخاصة بمنتخبنا الوطني لأن الأمور الفنية وخيارات اللاعبين هي من اختيار الكادر الفني والمدرب حصرا أنا أرى أننا نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين المحترفين والمحليين قادرين على تشكيل منتخب قوي جدا لما تحدث عن إبعاد لعبين المغتربين حسب قوله وطالت فقد باللا نقص المنتخب إلى مغتربين ومحليين إن منتخب العراق هو منتخب للجميع وطالب الجماهي رياضية بدعم منتخبنا الوطني المدرب هو فقط صاحب القرار الأول والأخير في تحديد من يستحق التدافع لعلة منتخبنا الوطني كابتن علاوي كلامك صحيح اشتركوا في القناة